عموماً تاني يوم أو بعد الحلقة على طول رد بريرة ورد بريرة هو اللي خلانا نكمل في القضية عارفين بريرة لو كان رد وقال أنا عملت اختبار بدن وسكت كنت أنا كمان سكت خلاص ما وراجل عمل اختبار ورئيس اللجنة هو بيعلن وعمل فوله على كلامنا ورد في إحدى المواقع ولكن رد رد خلاني تاني يوم أطلع الكلم تاني لأنه قال غلطة فنية لا تختفر لا تختفر قال لك أنا عملت للحكم اختبار اسمه S-S الاس ده بالاس ده مستر بريرة ده اختبار قياسات بدنية بيتعامل في الاتحاد الأوروبي وده الاتحاد الأوروبي عمله كده داخل أوروبا ما بين الحكم في المعسكرات عشان القياسات البدنية في وسط الموسم في وسط البطولات مش معتمد من الاتحاد الدولي فأنا نما نقشت الموضوع ولما دورت في الموضوع ولما رحت الليحة التحكيم اللي موجودة في الفيفا وده اللي بيتطبق عليها كل إدارات التحكيم أو بتطبقها إدارات التحكيم في كل الاتحادات الوطنية قدامكم على الشاشة هي ليحة التحكيم اللي موجودة على موقع الفيفا اللايحة دي احنا بنتكلم فيها ايه بصوا بيقولوا ايه اختبار اللياقة البدنية اختبار اللياقة البدنية يتكون اختبار اللياقة الرسمي لحكام الكرة من اختبارين الاختبار الاول قدرة العدو المتكرر اللي هو بيقصه فيه قدرة الحاكم على عداء السباقات السرعة اللي هو الورنر تيست بالبلد يعني مسافة تزيد عن 40 متر والكلام ده كل والاختبار التاني اختبار الفاصل الزمني بيقيم قدرة الحاكم على عداء سلسلة من الجاري عالي لمسافة كذا 75 متر يتخلالها فترات ماشي 25 متر وقتا قد تعرضت الكسورة الملعب اللي فيه التراك اللي فيه كل هذه التفاصيل وبعد كده بيشرح بيقولك بقى ايه كمان ايه يجب على الحاكم اكتياز اختبار الفيفا للياقة البدنية مرة واحدة على الاقل سنوية وجدت ليحة لجنة الحكام في مصر قالت الحاكم اللي يفشل في اختبارين ما يعملش التالت وكل اللي على الشاشة ده انا بترجمه لكم دلوقتي يوصى باجراء اختبار اللي أقل بدنية بواسطة مدرب بدني وجود سيارة اسعاف مجهزة تجهيزا جيدا واجب ان يكون حاضرين خلال جلسة الاختبار باكملها كل ده ما كانش موجود وما تعملش تعالوا بقى للحتة الاخيرة اللي فيها مفاجأة واخر سطرين معانا وياريت تتبروز قدامكم على شاشة اذا ما انتم شايفينه اخر سطرين دول اهم سطرين لان انت كرئيس لجنة حكام عشان تعمل اختبار بدني حتى لو انت عايز تعمل قياسات لازم تعمل قياسات للفيفا بيقول عليها انت مش في البرتغال عشان تعمل قياسات الاتحاد الاوروبية مستر بريرا ايه هي القياسات للفيفا بيقول عليها وقدامكم اخر سطرين وده ليحة رسمية انا بعلنها من خلالكوهو على شاشة القناة الاهلي بيقولوا ايه الاختبارات الاختيارية المعتمدة من الفيفا ما فيهاش اس دابل اس فيها ايه اختبار اليو ديناميك اختبار اليو الديناميكي واختبار اليو ليفل وان دي الاختبارات الاختيارية ليس فيها الاس دابل اس اطلاقا طب الاختبارات دي ايه دي اختبارات فيها قياسات لتقييم اللياقة الهوائية للحكام يعني حتى لو عايز تعمل قياسات للحكم عشان تبقى عندك مبررات انك تنزله ويحكم حتى عملت القياسات الغلط في المكان الغلط اللي هي ايه الاس ده بالاس الفيفا بيقولك الاختيارية المعتمدة هي الفيفا هي اللي بتطبق مش اليويفا مش الاتحاد الاوروبية مستر بريرا فهنا لما الفيفا يطبق يطبق ايه اختبار اليو الديناميك واختبار اليو ليفل وان مفيش الاس ده بالاس الاس ده بالاس ده يا جماعة حاجة ودية بتتعمل في اوروبا وبالتالي لما طلعنا حذرنا قبل المطش كان عندنا حق ولما طلعنا ردينا على رد مستر بريرا كان عندنا حق ونادي المولين العرب درس الموقف لمدة 24 ساعة زي ما طلع المهندس محمد عائد الفتحي المشرف على الكورة وقدم شكوى رسمية شرحنا وقلنا احنا قلنا ايه قبل المباراة ما تتلعب واعتقد لما نطلع نتكلم قبل المباراة يبقى احنا ما بنتكلمش المصالح شخصية احنا بنقدم معلومة وده دور الاعلام الاعلام دوره انه يقدم رسالة والرسالة اللي بقدمها النهاردة جديدة اللي حل قدامكم على الشاشة والسطرين دول دي زي ما مكتوب كده بالزبطة هو التاني الاختبارات الاختيارية المعتمدة من الفيفا هم اتنين اليو يو ديناميكي واليو يو ليفل وان هم الاتنين دول بس وده الاول مرة والمستند ده بيطلع الاول مرة على شاشة مصرية بنشرح لحضراتكم دي الاختبارات الاختيارية يعني حتى لو مش هتعمل الورنر فشل في الورنر عايز حتى تروح لحاجة بسيط عشان ترجع الحنة فيك اللازم تعمل الحاجات دي ده لو يجوز كمان ده على فكرة ده كمان ده ممكن لا يجوز انك تعمل حاجة مع الورنر تيست ولكن هنتغاد عن فكرة الورنر فشل في الورنر مرتين انت ما عملتش دول ده انت رحت الحاجة تانية في الويفا ماناش علاقة بيها ماناش علاقة بيها وفي الاخر وانا بأكد لحضراتكم الورنر تيست لمقاييس لاختبارات القائمة الدولية والورنر تيست لمقاييس في اختبارات الدوريات المحلية واختبار الليقاء البدنية عشان تكتازه عشان تحكم في المباراة المحلية اللي يطلع يقول ان الحكم ان الحكم مش شرط يكتاز الكشف الطبي ومش شرط يكتاز اختبار الليقاء البدنية ده ما يعرفش حاجة عن التحكيم ده ما يعرفش حاجة عن التحكيم شرط أساسي من الفيفا ومن الاتحاد الوطني ومن الاتحاد القري لأي حكم عشان يبقى واخد رخصة ان ينزل يصفر في الملعب لازم يكتاز الكشف الطبي ولازم يكتاز اختبار اللياقة البدنية زي حكم الفار عشان يحكم في غرفة الفار لازم يكتاز عدد ساعات تدريب على التقنية عشان ياخد الرخصة من الايفاب ان يكون حكم فيديو احنا بنلعب بطولة رسمية مصروف عليها مليارات مش بنلعب دورة رمضانية فأتمنى خلال الساعات اللي جاية يتم دراسة الموقف بشكل رسمي لان المباراة دي بنتيجتها دي هتبقى مشكلة كبيرة حتى نهاية الموسم واي قرار غلط هيتخد فيها هتبقى أزمة كبيرة جدا بحذر فيها الناس من دلوقتي اعتقد الحلقات موجودة يوم الحد ويوم الاتنين والنهاردة اللي اربع بنأكد لكم بمستند رسمي والملف ده ملف شائك وانا بشكر اكيد نادي المقولين ان تابع وشاف اللي احنا قلناه ودرس وسأل ولقى اللي احنا قلناه صح وبشكر جدا كل خبراء التحكيم اللي طلعوا اكدوا كل كلمة قلناه كابتن ناصر عباس بشكره جزيل الشكر على كل المعلومات اللي اكدها معانا واضفها في الحلقات اللي فاتت لما سألناه في امكانية الدليل انا مش خبير تحكيمي انا صحفي اعلامي بقدم معلومة بس عشان اقدم معلومة لازم اسأل ولازم اسأل واحد واثنين وثلاثة كابتن ناصر عباس كابتن جهد جريشة كابتن محمد صلاح عبد الفتاح كابتن توفيق السيد بالامس رغم علاقته الشديدة والقوية بمحمد الحنفي ومع ذلك لم يجزم ان تعيين الحنفي سليم انه عارف انه في خطأ كابتن ايمان دي جيش رغم انه لم يجزم ان المباراة تتعاد ولكن اتكلم في الامور القانونية وقال لك المعايير المفوض الحاكم يحاكم بيها لا كانت غلط خمس خبراء تحكيم كلهم قراءهم كانت واحدة وكلهم شايفين انه في مشكلة مع كامل احترامي بقى لا اي حد تاني بيتكلم على موضوع كشف طبي واختبار للاقة بدانية انت المفروض حاكم كبير كان لازم تطلع تتكلم باللوايح مش بالعلاقات الشخصية طيب ده ملف اتكلمت عليه وخلاص هنشوف اللي يحصل في الفترة اللي جاية وقمنا بدورنا الاعلامي من قبل المباراة وبعد المباراة والنهاردة بنعلم من خلال خبر رسمي بلايحة رسمية من الاتحاد الدولي